أبدأ معاكم الحلقة وأخبارنا بالسؤال الأهم والكلام الحقيقة يمكن من أول الأسبوع وأنا يمكن حتى في حلقة السادسة يوم السابت اللي فات كلمت معاكم في قصة الحضور الجماهير هو العموما يعني قبل المطشط المهمة لمن نوع ده بيبقى فيه شوية إشعاعات كتير وأنا قلت لكم أنا هنا قبل ما أدخل الهوى جات لي تأكيدات وشفت على صفحات وشفت يوتيوبرز بيتكلموا في أنه حمدي فاتحي بر حسابات الأهلي في نهاية دور الأبطال زهابا وقيابا وعلى مدار الأسبوع أظن أن حضراتكم وبالذات اللي بيتابعوا السادسة عرفوا وتأكدوا أنه حمدي بإذن الله هيكون جاهز لمشاركة مع النادي الأهلي في مغارات الزهاب عموما ميستر كولر فيما يتعلق بالإصابات طلب تقرير طبي وافي عن حالة الشناوي وعلي القطفي وحمدي فاتحي وأعتقد إن شاء الله من بكرة نتطمن عليهم ومشاركتهم وعلى مشاركتهم في تدريبات الأهلي اللي هتبتدي من بكرة إن شاء الله استعدادا لمطشة الحد اللي جاي ده فيما يتعلق بالإصابات فيما يتعلق بالحضور الجماهيري ده السؤال اللي يمكن الناس النهاردة بتتكلم فيه وخدوا بالكم وأنا يمكن طلبت من جمهورنا دي الأهلي اللي بيحضر المطشاط وحتى لما شفنا الحضور الجماهيري يعني أنا مش هعتبر الدوري حضور الجماهيري قوي لأنه يعني العادات في النهاية بتبقى بسيطة جدا صحيح بنحس بيه ومصحيح بيديوا روح وحلاوة للمطشاط لكن في نهاية بتتكلم على حضور جماهيري زي ما شفنا في مطشاط أفريقيا مع الرجاء أو مع الهلال أعتقد القصة مختلفة تماما وفي مباراة زي دي أكيد أكيد الأهلي في حاجة إلى أنه الملعب يبقى مليان عن أخ حيبقى فيه فارق أكيد هيصنع الفارق قلت لحضراتكم أنه الكلام اللي تقال وده حقيقي يعني في الوقت ده في التوقيت اللي تم العلام فيه أنه الأهلي هيستقبل 20 ألف بس من الساعة ساعة الساد القاهرة اللي هيستطدي في المباراة لحضور الجماهير قلت لحقاكم أنه دي ليست معلومات نهائية أو ليست معلومات مؤكدة وحتى اللحظة اللي بكلم حضراتكم فيها فيه تواصل بين إدارة النادي الأهلي والمسؤولين عن أو الجهات المعنية يعني والمختصة التنظيم المباراة والنواحي الأمنية لزيادة عدد الحضور اللي هيشجعه ويسنده الأهلي في ملعب الساد القاهرة نتمنى إن شاء الله أنه يعني يكون في النهاية الساعة كاملة على أسوأ تقديم نتمنى أنه ما يقلش عن 50 ألف لأنه حضور الجماهير في مبارازة دي المشهد العام صورة الكرة المصرية أعتقد أنه مش قصة أهلي بس صورة انطباعات كتيرة جدا وردود أفعال كتيرة جدا على فكرة أنه الأهلي في نهاية دولة الأبطال يكون حاضر وفي جزء جبير من مدرجات الساد القاهرة فاضية ما أعتقدش أنه في حد من مصلحته أنه يعني الصورة تطلع بالشكل ده وإن كنا نتمنى في النهاية أنه والجهات المعنية أنا متأكد أنه ممكن يكون عندها أسبابها ودوافعها اللي في أوقات كتير بين قصين لازم نفهمها ونستوعبها كجمهور القصة أبدا عمرها ما قصة عنده ولا تعنت ضد النادي الأهلي مش ممكن تتحط تحت ده وبالتأكيد كل مؤسسات الدولة بتدعم النادي الأهلي اللي مشاره في مصر جواه وبره لكن في النهاية فيه اعتبارات تانية كتير جدا يمكن في وقت ملاوات جزء صغير جدا من الجمهور يكون مسؤول عنها وده احنا اتكلمنا فيه وحذرنا منه وحاولنا نوعي جماهرنا العظيمة به في وقت ملاوات لكن نتمنى إن شاء الله خليني بس ألخص القصة أنه الملف مازال مفتوح وأنه عملية التواصل بين الأهلي وبين الجهات المعنية مازالت قائمة أملا فيه زيادة أعداد الحضور اللي بالتأكيد بالتأكيد ما عنديش شك أنها هتصنع الفرق